انا باسم الله والحمد والله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام. النهاردة هتا يعني هتكلم معاك وكده في موضوع يخص المعلمة بالذات. ايه اللي ليكي? ايه اللي ليكي? عالحضانة اندهوره? وايه حجم المسؤولية بتاعت حضرتك ده في الفصل. منهج الطفل العبقري. خير البناء. بناء الابناء. في حاجات نفتح فالما ده فالك كده. يعني ايه? هتحس هو ان الدنيا دي كلها شغاله وراي عشان انا بالفصل. اشوف اه من حضرت النهاردة. هتكلم معاك في الجانب المالي مهم جدا. انت كمعلمة طيبة اطفال لما تلتحك بالطفل العبقري. ايه اللي بيعود عليك كراتب وكحافز. تمام? راحة للتعيين حضرتك في الطفل العبقري اول ما بتخش اول حاجة بتعمل معاك مقابلة شخصية الاول. المقابلة دي بتحين منها عدة حاجات. ويبدأ يكتب روح حضرتك في عدة مواد زي مسلا كراتك للقراءة. اه اشتغلت قبل كده ولا لا? خبرتك قبل كده ولا لا? عن دكتور البالة مع الاولاد ولا لا? ففي عدة بنوت كده احنا مضربين للشوف عليها في حكاية ما تعمل معاك شخصية مع المعلمة ولا لا? وبتشوفه ماشية المعلمة. ديين فحيتدريس. ولا اخيرة مسلا تقف في محل مسلا وهكذا يعني. بعد كده بيبدأ يتحدد الاساسي بتاع حضرتك. انت في الحقوق المالية ليك حاجتين في الحضارة. اول حاجة راتب اساسي. ولازم ان الكل يعرفه وتحدد للكل لان طبعا من بداية الشهر ده اتغير الاساسي. يبقى عند حررتك اول حاجة راتب اساسي وبعد كده بقى في عدة حوافز. بقى فوق الراتب يعني. فاول حاجة خلينا نكلم فيها كده. الاساسي بتاع حضرتك. انت كمعلمة انت عندك راتب اساسي بتاع راتب الاساسي بيختلف من الحضارة التانية. تمام كده? زائد بتاخد دي آآ حافز اسمه بدل انتظام. بدل انتظام. يعني ايه بدل انتظام? يعني لو حضرتك مغي مغيبتيش ولا يوم بتاخد دي حافز بدل الانتظام بيختلف من الحضارة التانية. يعني ايه كلام ده? يعني لو كل يوم في الشه مغيتيش ولا يوم ولا يوم ولا يوم بتاخد الحافزة. طيب في بعض الناس حبوا شغالوا دماغهم قالوا طيب انت اليوم عندك كم ساحة شغل? لانا خمس ساعات من تمانية الواحدة. خمس ساعات وفي فترة المسائية من حضاشا لاربعة ونصة وخمسة وردك خمس ايه? خمس ساعات. طيب مش ممكن انا لو غيرت اليوم اجي كل يوم بدري نص ساعة ولا ساعة. ففي خمس ايام لو جيت كلهم بدري ساعة. في خمس ايام يبقى كم ساعة? خمس. انا قدر خمسة دول رحوتهم مكان بدل الانتظام? لا. بدل الانتظام ده بيتحدد لحضرتك انك انت بتنضي بضافت الى حضور الصغف يوميا. مجرد ان بتنضي بضافت الحضور الصغف يوميا يتحطي لك ايه? حافز بدل الانتظام. دي اول النقطة. النقطة التانية بتاخد حافز اسمه حافز تعليم. حافز مستوى تعليم. مستوى تعليم. الحافز ده مين ايه لا يعني مش رقم ثابت ايه الحافز المستوى التعليمي في بداية الشهر في الحضانة الاشراف التعليمي بيحط لك المنهج اللي هتشتغليه مع الاولاد في الفصل وليكن مثلا في القراءة هتشتغلي معهم كذا او لو انت في مدة الحساب بيديكي كم معين هتخلصيته للشهر حضرتك في الشهر كله فضل ده خلصتيه وانجزت فيه وبسرعة ولما الاشراف التعليمي في نهاية الشهر ده خليعمل اشراف ليه الاولاد فوجد ان مستوى الاولاد مش ثمانين في المية ولا تسعين في المية ده فوق تسعين في المية في الحال اللي زي ده الاشراف بيحدد لقيمة الاشراف المستوى اللي هي التعليمي تستحقق كام من المبلغ ده تخدق دي من المبلغ ده في حافز تاني اسمه حافز وقت اضافي ايه حافز الوقت الاضافي ده اه الدوام بتاع حضرتك في الفترة الصباحية من تمانية لواحدة ونص وفي الفترة المسائية من حداشر لحد اربعة ونص لو جيتي قبل تمانية طبعا بتخشي تسجلي في ده في المعاد والديهيئة اللي اتدخلتي فيها الحضان وصلت كده فبناها انا عليه الاشراف الاداري في نهاية الشهر بيحسب لك كم بتاع الوقت اللي انت جيتيه قبل المعاد احنا دل ده تمانية انت جيت كل يوم بتيجي سبعة ونص في نهاية الشهر بنجمع لها الوقت الاضافي ده ونشوفه حقق كام حقق يوم حقق يومين ما هيكل لهم بتيجي نص ساعة ونص ساعة في عشر ايام جات يديكي خمس ساعات يبقى كده لها يوم اضافي بنحسب طم تليوم وده انا اقول لكم بنحسبه ازاي ويضاف على الايه على الراتب طي في ناية اليوم مسلا الاصراف بتوع الصبح واحدة ونص واحدة اعرت من واحدة ونص لحد الساعة اتنين حصل ظرفه اعرت الفترة دي اتعالية ولا علينا لا على الحضان تمام كده وهكذا في الوقت الاضافي ده بيتجمع لحضرتك ويضاف الى الراتب الايه الاساسي بلدت عندك اساسي وعندك مجموعة ايه مجموعة حول عندنا حافز تاني تمام اسمه حافز بدل الانتقال الناس اللي بتجي مواسطات اي حد اي معلمة بتجي من بلد تانية بتاخد فوق مرتبة حافز بدل الايه بدل الانتقال في حافز تاني بس ما بينزيش بقى كل شهر ماشي اسمه حافز زيارة سنوية زيارة سنوية يعني ايه زيارة سنوية يعني اول ما قدمتي في الحضانة اندوك الف جنيه كل شهر ده اساسي طيب بقالك سنة الالف ده يبقى الف ومية حافز زيارة سنوية مية جنيه كل سنة تاخدية الزيارة السنوية دي بيضاف كل سنة يعني وجودك في الحضانة بارك تلس سنين يبقى يضاف لكل سنة مية 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 طبعا من الاول طبعا مش بكل سنة سنين بيضاف لا من الاول يعني بارك سنة يبقى الالف يبقى الف ومية تاني سنة بقى الالف ومية بقى الف ومتين تاري السنة بقى الالف ومتين بقى الف ويه وتلتمية ده حافز مزيلة سنوية او خبرة. طيب خلنا كده ناخد المسال. لو معلمة سين مسلا سين. اساسيها الف جنيه. خلاص? زي ما غبتش ولا يوم هتاخد? مية. ما غبتش ولا يوم هتاخد ايه? مع الايه? حافز مستوى التعليمي دخلنا باسم الله ما شاء الله نفصل كله مسامع. فتحه كم? مية كمان. حافز وقت اضافي. لا كان بتيجي في معادها من تمانية الواحدة فما ايه? ما ما جاتش اضافي. وحافز بضل انتقال بتنتقل مسلا او ما بتنتقلش على حسب ايه? الحالة نفسها. الاسم بيتجمع الكلام دوت ويضاف وبتحط حضرك في ظرف فناية الشهر. ويفضل في الاشتراف الاداري. لو نعمل سارك المرتب بيبقى كويس جدا. سارك المرتب في الاساس بتاع المعلمة. في الحوافز بتاعيتها باسية بتراجع الموضوع دوت. طيب قيمت اليوم. قيمت اليوم. انت غيبت يوم بقى. غيبت يوم. اول حاجة اما بتغيب يوم. يتشال ايه? المية بدل الانتظام. شن المية. خلاص كده? المستوى التعليمي انت محافزة عليه مسلا فبتخديم. لكن خلي بالك انت تتشال في الخصم مية. وهيتشال من هنا كام? حق يوم. طيب حق اليوم هنا بتحس بكام بقى اه. اه. نعم انت رزم انتعرفوه? احنا بنسم الالف ده على على اربع وعلى ستة وعشرين. طيب ليه ستة وعشرين? مع ان الشهر تلاتين. الشهر تلاتين. بنشيل منه اربع جمع. يبديني كام? ستة وعشرين. صح كده? هيتسمها اربع وعشرين. طيب. الاربع جمعة دولي في اربع سبتات. بنجي اتنين وبنغيب ايه? اتنين. يعني نشيل اتنين سبتين. هتبقى كام? يبقى الالف الاسم اربع وعشرين هيديك حوالي اربعين جنيه. بيتخص ما من اين? من الرتب الاساسي. ويضاف بقى لو فيه حواف استانية بيضاف لحضرتك ده بالنسبة حقوقك انت على ايه? على على الحضان. طيب فيه حواف استانية بقى بتصرف مش بتصرف من الحضانة بقى بتصرف من ربنا سبحانه وتعالى. والحوافز اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصرفها? محدش في الدين ده يعرف يصرفها خالص. يعني مسلا تحافز اسمه حافز زيادة الصحة يا ابن المونة. زيادة البركة. راحة البال. استعادة. الولد الصالح. الزوج الصالح. قفل قواب الشر. يكفيك شر يخلقه. دعوة جميلة. يكفيك شر الاحوال المزعجة. ويكفيك شر الهم والغم وحرق الدم والحياة الطيبة دنيا وقف. كل دي حوافز مفيش حد الصفارك ورا الحضانة الصفارك يا تصرف لك مين بقى? من ربنا. يعني الباب بتاع حضرتك ده ما افقوله عليك وانت شغالك هو الفص محدش شايفك. تمام? مع العلم ان فيه متابعة لحضرتك طبعا. متابعة دكتورك جد. واني دايما اقول كده. الحضانة. عمودين الاساسيسيين فيها. هي بتم على الاربع عاملها. لكن فيه اتنين قوانين. اول حاجة المتابعة. المتابعة الدقيقة من الشاف التعليمي. لزلك ان العيني دايما على الشاف التعليمي. عيني دايما على الشاف التعليمي والشاف الاداري. اني لازم ان يكون متواجد في الحضانة. متابعة داخل الفاصل وبتشوف كنت عمالي ايه? وبتحقق المنهج ولا لا او بتساعدك. وبنقول للمشرفات يا جماعة المتابعة. مش تصيد الاخطاء. مش اندي داخل انا اشوف ايه الغلط اللي عندها. لا. المتابعة هو المعونة. انا بشوف ايه الخال اللي عندها اقدر سعيدة فيه. اقدر اقدمنا خلنا في ايه? وسعز في الموضوع دوت. تمام كده? طيب العمود التاني التدريب. يعني الحضانة بتهم على حكتين. اتابع وضرب. اتابع وضرب. اتابع وضرب. طيب التدريب ده اه فيه كازا صورة له. تدريب الجماعة بتاعنا دوت. ماشي. لكن مش كافي ان ينقلك بصبعة. لكن في تدريب فردي دلوقتي قناة الطفل عبدالي ما شاء الله على قوائم تشغيل لكل مادة. قيمة تشغيل تعليم القراءة. قيمة تشغيل تعليم الطفل مبادئ الحساب. قيمة تشغيل تعليم الطفل القرآن والتجويل. خشي القيمة ريت ويفضل الاشراف يامل حاجة من المعلمة عندها نتفل بيك ومعادة تليفونها. يبعت اللينك على الواصل لها. قش على لي. اديها تلات يام له اسبوع. تحفظ المادة. تيجي تسألها هنا وتختملها فردي. طيب مش عندها. المادة بتاعت الفوديات ده كلها موجودة معانا احنا هنا في الحضانة. هاتي تليفونك بيتحطي لك هارد تصل لك الفيديو بتاعك على تليفون متغير ما تنزللت ولا غيرك. تمام تسمعيه. طيب تليفونها بقى زراير. الحضانة وتفهم لها تليفون الفاطلة الموجودة فيها تسمع ليه في الحصة الفضية بتاعتها. عشان تسمع ليه? تسمع المادة دي. يعني اصدقوا ان التدريب الفردي قدامك بسرعة جدا عن التدريب الجماعة. مهم جدا النقطة دي. طيب. اه دي بالنسبة الحافز بقى حضرتك لو انت مشرفة لو انت معلمة. طيب لو حضرتك مشرفة بقى. لو مشرفة بيضاف الحافز ده او بيتغير فيه حكتيك. ثلاث حاجات. حاجة الاولانية انت اتخذ الحافز الاول كده اسم حافز اشراف. محدش بياخده قال المشرفة بس. حافز اشراف. منهج الطفل العبقري. خير البناء. بناء الابناء.